بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالتفسير درسنا بإذن الله تعالى هو في التعريف بسورة يونس بإذن الله تعالى أقفوا إياكم مع هذه السورة تعريفا باسمها وكذلك ما يتعلق بموضوعاتها وبإذن الله تعالى نفيد من هذا الدرس فائدة كبيرة ولكن قبل أن ندخل وإياكم في صلب الدرس يحسن بنا أن نستعرض وإياكم أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن أيها الطلاب والطالبات على بركة الله نبدأ مع درسنا في التعريف بهذه السورة الكريمة ومع الأهداف المرسومة لدرسنا أول هدف أسمو إياكم إلى تحقيقه هو أن يعرف الطالب سبب تسمية سورة يونس بهذا الاسم فإن هذا الاسم له مدلوله وله سببه فلابد أن يقف الطالب على هذا السبب ثم نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات للهدف الثاني وهو أن يذكر الطالب أبرز موضوعات هذه السورة هناك موضوعات استمرت عليها هذه السورة هناك موضوعات بارزة في هذه السورة بإذن الله تعالى أقفوا إياكم على هذه الموضوعات حتى تستكمل بإذن الله تعالى الصورة لديكم ويكون عندكم اطلاع واسع لهذه السورة وما فيها من موضوعات إذن هذا ما يتعلق بالأهداف المرسومة لدرسنا بعد هذا آتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات لمعرفة أسماء السورة هل لهذه السورة أسماء متعددة أم أن لها اسما واحدا وسميت به أيضا لا بد أن تعرفوا أن أسماء السور منها توقفية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى السور بهذا الاسم وقد يكون الاسم اجتهادي أي من قبل الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم من أهل العلم نأتي وإياكم إلى سبب تسمية هذه السورة بسورة يونس هو لورود اسم نبي الله يونس بن متى عليه السلام حيث أن الله تعالى ذكر اسمه بل ذكر شيئا من قصته مع قومه عليه السلام إذن هنا أيها الطلاب والطالبات عرفنا سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم بعد هذا انتقلوا معي أيها الطلاب والطالبات لنزول السورة وكذلك عدد آياتها أولا نبدأ وإياكم مع نزول السورة بمعنى هل السورة مكية أو مدنية طبعا تعلمون أن هذه السورة سورة مكية على القول الراجح ولا بد أن نؤكد على أن السورة المكية هي التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والمدنية ما كان نزولها بعد الهجرة إذن هذا ما يتعلق بهذه السورة وأنها سورة مكية أيضا آيات هذه السورة هي 109 آيات 109 آيات وهذه السورة جاءت أو نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة الإسراء هذا ما يتعلق بنزول السورة وكذلك نوع هذه السورة من حيث أنها سورة مكية بعد هذا أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي بارك الله فيكم لنقف على أبرز وأهم موضوعات هذه السورة نبدأ وإياكم بموضوعاتها ونقف على كل موضوع من هذه الموضوعات وهذا أيها الطلاب والطالبات أعني الوقوف على موضوعات السورة يعين على فهم السورة ويعين كذلك على تدبر آياتها وقد عني بعض أهل التفسير كابن عاشور رحمه الله تعالى بهذا الأمر بحيث أنه عند تفسيره لأي سورة من سور القرآن يبدأ بذكر موضوعات السورة ومقاصدها حتى يكون القارئ للتفسير على الطلاع واسع على موضوعات السورة ثم يستعين بذلك على فهم معاني السورة إذا نبدأ وإياكم أيها الطلاب مع هذا الموضوع الأبرز في هذه السورة وهو إثبات التوحيد لله وهدم الشرك هذه السورة تكاد تكون في هذا المقصد وفي هذا الموضوع المهم وهو إثبات توحيد الله تعالى وأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وفيه أيضا هدم للشرك ونفي للشرك بالله عز وجل لو تتبعت أيها الطالب وكذلك الطالبة لو تتبعنا آيات هذه السورة لوجدنا أن هذا الموضوع بارز بروزا واضحا في آيات هذه السورة مما يؤكد على أن كتاب الله تعالى وليس فقط هذه السورة يؤكد على قضية التوحيد وأنها القضية الأم والقضية الكبرى من قضايا هذا القرآن الكريم إذن هذا ما يتعلق بأول موضوعات هذه السورة بعد هذا أيها الطلاب والطالبات أيضا نأتي إلى موضوع آخر من موضوعات هذه السورة لا يقل في الأهمية عن الموضوع الذي قبله وهو إثبات النبوة وإثبات البعث وكذلك المعاد وإثبات النبوة أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد قرر في هذه السورة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسل لا يكذب وأنه رسل من عند الله جاء بالبينات والهدى وكذلك أيضا جاء فيها تقرير وإثبات البعث والمعاد لماذا؟ لأن بعض المشركين أنكروا المعاد وأنكروا أن الله تعالى يبعث الناس بعد موتهم فجاءت هذه السورة لإثبات هذا الأمر العظيم لأن الله جل وعلا يجازي الناس بعد بعثهم يوم القيامة على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر بل إن هذا الموضوع والذي قبله كما ذكرنا سابقا يكاد كتاب الله عز وجل أن يكون في تقرير هذا الأمر تقرير توحيد الله عز وجل كذلك إثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات البعث بعد الموت وهذا كما تعلمون أيها الطلاب والطالبات من أصول الإيمان وأركان الإيمان أيضا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى موضوع ثالث من أبرز وأهم موضوعات هذه السورة وهو الدعوة للإيمان بالرسالات السماوية وخاصة الإسلام هناك رسالات سابقة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله جل وعلا رسله عليه السلام كما بعث نوحا وبعث كذلك هودا وصالحا وشعيبا وموسى وعيسى وإبراهيم وغير هؤلاء من الأنبياء الذين قص الله علينا منهم من قص ومنهم من لم يقص علينا سبحانه وتعالى ففي هذه السورة دعوة من الله عز وجل لأهل الإيمان أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك يؤمنوا بمن جاء قبله من الأنبياء والرسل وأنهم من عند الله سبحانه وتعالى نؤمن أيها الطلاب والطالبات بمن ذكر منهم في هذا القرآن الكريم على وجه الخصوص والتعين ونؤمن بمن لم يذكر منهم على وجه الإجمال وكذلك من كان قد أنزل الله جل وعلا عليه كتابا أيضا نؤمن بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هذه أيضا قضية كبرى من قضايا هذه السورة والمتأمل أيها الطلاب والطالبات لما ذكرناه من موضوعات يرى أن هذه السورة تكاد تكون في قضايا الاعتقاد وذلك لأننا ذكرنا قبل قليل أنها سورة مكية وغالب السور المكية يكون تركيزها على أمور الاعتقاد والتوحيد وأصول الإيمان نأتي أيها الطلاب والطالبات بعد هذا أيضا إلى هذا الموضوع الرابع من أبرز وأهم موضوعات هذه السورة وهو نجاة قوم يونس عليه السلام لما آمنوا برسول الله يونس عليه السلام وكذلك بعد نزول العذاب بساحتهم فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وهذا لشك أنه ظاهر وبيّن في هذه السورة وكما ذكرنا قبل قليل أن سبب تسمية هذه السورة بهذا الإسم بسورة يونس لأن الله تعالى ذكر فيها اسم نبي الله يونس بن متى عليه السلام وأن الله جل وعلا نجى قومه لما آمنوا به عليه السلام أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي إلى ختام درسنا هذا بعد أن وقفت وإياكم مع هذه السورة ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم بهذه السورة بحيث أننا وقفنا بحمد الله تعالى على أمور مهمة ومحاور ينبغي للطالب والطالبة أن يعتني بها أول هذه المحاور أننا بحمد الله تعالى تعرفنا وإياكم على اسم هذه السورة وأنه ليس لها اسما إلا سورة يونس وكذلك بيّننا بحمد الله تعالى السبب الذي من أجله سميت بهذا الإسم وأنها سميت بذلك لورود اسم نبي الله يونس عليه السلام في هذه السورة ثم أتيت وإياكم على أبرز وأهم موضوعات هذه السورة وأكدنا بحمد الله تعالى على أن هذه السورة تكاد أن تكون موضوعاتها مرتكزة على أصول الإيمان وعلى بيان الاعتقاد وأول قضايا الاعتقاد وأهمها هو توحيد الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا بيّن في هذه السورة بيانا شافيا كافيا أنه جل وعلا هو المعبود الحق بل إن الله تعالى في هذه السورة أبطل جميع الاعتقادات الباطلة والتعلق بغيره سبحانه وتعالى وجأت بالحجج والبراهين المؤكدة الدالة على بطلان الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى وإثبات أن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى هناك موضوعات أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه أيها الطلاب والطالبات من موضوعات حثناء شرح هذا الدرس الموضوعات البارزة أيضا الإشهادة بكتاب الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى قد أشاد بهذا القرآن الكريم وبيّن أنه فضل منه سبحانه وتعالى ورحمه كما قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فحق لنا أيها الطلاب والطالبات أن نفرح جميعا بهذا الفيض الرباني من عند الله سبحانه وتعالى حيث أن الله تعالى أمر بأن نفرح فقال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون و لهذا لما جاءت إبل الصدقة إلى عمر رضي الله عنه و كانت كثيرة و هي من الإبل و هي أنفس أموال العرب لما رآها غلام عمر ماذا قال قال هذا فضل الله ورحمته فقال عمر كلا فضل الله ورحمته القرآن و هذا مما يجمعون ثم تلا هذه الآية الكريمة قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيضا من الموضوعات المهمة التي جاءت في ثنايا هذه السورة بيان ولاية الله تعالى للمتقين و أن كل مؤمن تقي فهو لله و لي قال سبحانه و تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون من هم؟ الذين آمنوا و كانوا يتقون فإذا أردت أيها الطالب و إذا أردت أيها الطالبة أن تكون من أولياء الله تعالى المتقين و من حزبه المفلحين فما عليكم إلا أن تؤمنوا بالله جل وعلا الإيمان الصادق الكامل و كذلك تتقوا الله جل وعلا بفعل أوامره و اجسنا بنواهيه فإذا أتى العبد بهذه الصفات فهو من أولياء الله تعالى و إذا كنت كذلك أيها المبارك فإنه لا خوف عليك في المستقبل و لا تحزن بإذن الله تعالى على ما مضى فهذا تأمين من الله تعالى بل هناك أيضا بشرى من الله قال لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة لا تبديد لكلمات الله بمعنى أن أولياء الله تعالى يحظون بالبشرى العظيمة من الله سبحانه و تعالى بشرى في هذه الدنيا بما يراه المرء في منامه من الرؤية الصالحة أو ترى له كذلك ما يشعر به العبد بحمد الله تعالى من الطمأنينة و الراحة و السعادة أثناء القيام بعبادة الله سبحانه و تعالى كذلك من البشائر التي تساق إليه عندما يعاين الموت فالملائكة تنزل عليه بأن لا تخافوا و لا تحزنوا ثم أيضا من البشرى العظيمة البشرى يوم القيامة حينما يبشر العبد بجنات من الله سبحانه و تعالى و رضوان كل هذا و غيره أيها الطلاب و الطالبات هو في هذه السورة فما علينا إلا أن نقرأ هذه السورة و نتأمل آياتها و نقف مع معانيها و أن نشعر قلوبنا بها و لا يكون قصدنا فقط التلاوة المجردة من دون تأمل و من دون نظر في مدلولاتها و معانيها حتى تؤتي بإذن الله تعالى ثمارها يانعة في قلوبنا و على جوارحنا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني و إياكم بكتابه الكريم و أن يكون ربيع قلوبنا و جلاء أحزاننا و ذهاب همومنا و غمومنا و ختاما أيها الطلاب و الطالبات أشكر لكم طيبة المتابعة و حسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ترجمة نانسي قنقر